يصادف هذه الأيام مرور عام على تعيين غبطة بير باتيسيا باتس بالا بطرياركان للاتيني في القدس ففي الرابع والعشرين من شهر تشرين أول العام الماضي قرر قداسة البابا فرنسيس تعيين غبطته بطرياركان بعد خدمته كمدبر رسولي منذ عام 2016 وكان غبطته قد منح السيامة الأسقفية على يدي الكاردينال ساندري عميد المجمع الشرقي للكنائس وفي عام 2017 عينا عضوا في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان وبهذه المناسبة تتقدم المدير الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأحر وأسمى التهاني القلبية لغبطة البطريار باتس بالا متمنين له التوفيق في القيام بمسؤولياته وداعين له بموفور الصحة والبركة الإلهية كي يواصل خدمة الكنيسة وقضايا السلام والعدل والمصالحة آجاب منظم سلام